تزامنا مع الاحتفالات بمولد الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام عقد في مدينة أربيل ملتقى الأمانة العليا للإفتاء في العراق الملتقى الذي عقد برعاية سماحة مفت الديار العراقية الشيخ رافع الرفاعي شدد على ضرورة الاستمرار في محاربة الفكر المتطرف وتوحيد الخطاب الديني المعتدل وترسيخ أسس التعايش السلمي بين جميع المكونات الأمانة العليا أيها الإخوة كما قلت هي مؤسسة علمية صرفة لا تنتمي إلى أي توجه سياسي ولا علاقة لها بالسياسة وتنظيم الأحزاب لا من قريب ولا من بعيد ومن شروط الانتماء لها يعني شرط قبول انتماء أي فرد إلى هذه الأمانة العليا شرطه أن لا يكون منتميا إلى أي حزب سياسي نؤكد على ضرورة وحدة الصف بين علماء الدين في مواجهة الأفكار المنحرفة والهدامة وكذلك في مواجهة الأفكار الطائفية التي تنتج عنها الفرقة والعنف الذين يعاني منهم العراقيون جميعا في هذا الظرف الراهن كما نؤكد نحن كعلماء الدين الإسلامي استمراريتنا في محاربة الفكر التطفيري والتطرفي والتكفيري الذي لم ينتج عنه إلا العداوة والبغضاء وعدم قبول الآخر المئات من علماء الدين استهجنوا إهمال الحكومة العراقية للنازحين الذين يعيشون في مخيمات لا تصلح للعيش البشري موجهين دعوات إلى الحكومة بأن تعمل للعراقيين جميعا دون النظر إلى طوائفهم وقومياتهم وأن تشدد الحمايات على بيوت الله التي تتعرض للتخريب والتفجير على الحكومة المركزية أن تحافظ على وحدة البلد وأن لا تتفرق ولا تفرق وأن تحافظ على إرجاع النازحين إلى ديارهم سالمين غانمين وأن يحافظ على ممتلكاتهم وعلى أموالهم وتعمير بلدانهم وبيوتهم حتى ينتشر الأمن والأمان والخير والبركة في هذا البلد الجريح وخرج الملتقى بتوصيات عدة أهمها إن علماء الدين مع وحدة المسلمين بكل تفاصيلها وإنهم مع كل تحالف إسلامي يحارب الإرهاب بكل أشكاله بالإضافة إلى التجديد على ضرورة وضع حد للتدمير والخراب الذي تتعرض له المدن بعد تحريرها وإعادة النازحين إلى ديارهم من أربيل نهض الزيدي قناة الفلوجة